السلام عليكم كنرحب بكم يا احلى متثبعين مع وصفة جديدة وفيديو جديد نتمنىكم تكونوا على خير وبخير سنشارك معكم اليوم تحلية من ارواح تحليات اللي ممكن تجربي كتجي كريمية وروعة في المدق كننصحكم تجربوها كتجي زوينة بزف خصوصا في رمضان كيكون عليها اقبال كبير غادي تعجب الكبير والصغير قدموها هكا في مائدة الافطار او الصحور انا متأكدة غادي تعجبكم بزاف بهالطريقة اللي غادي نشارك معكم فكنتمنا دائما تبعوا الوصفة حتى الاخير وما تنسونيش من تجاعتكم الله يجازيكم بكل خير ويفرحكم نخليكم مع تتمة الفيديو فرزة ممتعة فنبدأ على بركتي الله اول شي نصف لتر الحليب نحتاج معه علبة الفلان بنكهة الكراميل من وزن 50 جرام هذه النكهة هي التي تعطيت حلية مدقم تميزه رائعه بعد ما ضفت الفلان على الحليب كنت اضع الإناء فوق النار لا تحريك المستمر حتى يغلى هذا الحليب مع الفلان لا تغفلوش عليه اخواتي مقاو حركو فيه باستمرار حتى يبغي هذا الحليب يفيد بهذا الشكل مباشرة كطفو على النار كيكون هذا هو القوام دياله كي يجيه كثائل الآن سوف نجعله جانبا حتى يدفع فقط لا تحتاجه نهائيا وكان اخذ هنا كما ترونه لدي جوج حبات الموز كذلك عندي علبة بيسكوي استعملت هذه النوعية بالكوك يجيه المدق دياله رائع هذا بيسكوي صراحة يعجبني حسن من هينريس هينريس يكون جميل هذا البيسكوي سوف نحاول انفرت هذا البيسكوي كله نقطعها كقطاع صغيرة كي سهل على الطحانة تحنه بكل سهولة بعدما نقطع الكيمياء هذه البيسكوي استعملت أنا علبة واحدة فقط سأخذ الموز ونحاول نقطع دوائر بهذا الشكل اللي موضح لكم في الفيديو الآن هنا كناخذ الكؤوس ديال التقديم اللي غادي نقدم فيهم تحلية غادي نوضع فيهم كيمية من سلصة شوكولة كنديرها هكا في الجوانب ديال الكؤوس بهذا الطريقة وهذا المرحلة اخواتي كتبقى اختيارية كتزين فقط من بعد هنا كناخذ كاس الخلط غادي نوضع فيه البيسكوي اللي قطعته نوضع أيضا الكيمية ديال الموز اللي عندي الآن كناخذ هاد الخاليط ديال الفلان اللي تغير كيدفا فقط ما تخليوش حتى كيقاد كنضيفوه مباشرة على المكونات اللي وضعنا فكاة الخلاط والخاليط ديال الفلان عندي دافئ كنأكد عليكم ما تخليوش حتى كيقاد الآن المباشرة غادي نضحن الكول جيدا حتى كنحصل على خاليط من سجمين فيه جميع المكونات مباشرة كنقدمه هنا في الكؤوس اللي عندي كنفرغ الخاليط بهذا الشكل عندي هنا اربعة ديال الكؤوس ولكن اراني غادي نزيد الكاس الخامس هاد التحلية اراه كفاتني الخمسة ديال الكيسان الآن المباشرة ندخل هات اللاجة او المجمد حتى كتبرد لينها التحلية وكيتماسك هاد الفلان بعد ما كتبرد تحلية مزيان الآن غادي نزيينها هنا بالمكسرات اللي عندي اللي هما قطع ديال اللوث كدالك قطع ديال القرقاء مع حبيبات الشوكولة وكدالك المشماش المجفف غادي نزيين تحلية بهذا الشكل ونطلقوه مع الشكل نيهائي ديالها في تباق تقديم كيكون اخواتي هادا والشكل نيهائي ديالها بالنسبة للزين كيبقى اختياري زينه باللي متوفر عندكم الاهم ان التحلية ستجي روعة في المداق كتجيها ككريمية والديدة بالزف المداق ديالها هائل جدا كنصحكم جربوها واللي جربتها تقولها ليه في التعليق نتمنى تكونوك تستفدوا معي ولو بالقليل ما تنسونيش اخواتي متجاعتكم للفيديو شاركوا الوصفة مع معارفكم وانضموا القناة لعجبكم المحتوى وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد خليتليكم الراحة مع السلامة